موسيقى إذن الفنون رقصت للحرية وهي حلم كل البشرية ولكنها تحمل في كلماتها ورقصها ولباسها رسالة هذه الأرض اليوم بسعدنا نسمع تجارب فردية لراقصين من فرقة الفنون الشعبية برحب ضيوفنا من داخل الستوديو روبا زغموري وأناس أبو عون الله يصبحكم بالخير كيف صباحكم؟ تمام حكولكم برا أنه إحنا من دياكم ترتجلوا رقص هون لا أحنا نشوف إذا التجالب تقدروا تمشروها طيب بداية إحنا ساعدين أنه اليوم رح نستثمر بوجودكم معنا نسمع أكتر عن تجارب والإشي اللي بنشوفه الإشي اللي ما بنشوفه على المسرح روبا عندك تجربة طويلة عشرين سنة وأنت بالفنون مرأتي بمحطات مختلفة تحكي لنا عن بدايتك والمراحل اللي مرأتي فيها أنا بدأت كان عمري ست سنين بمع مدرسة الدبكة في مركز الفن الشعبي كان يدربني مدير الفرقة حالياً خالد قطامش من بعدها طلعت على براعم الفنون اللي هي الفرقة الخاصة بفرقة الفنون بس للأصغر سنن عدت خمس سنين تقريباً مع براعم الفنون ووقتها حسينا أنه إحنا صرنا جزء من الفرقة ما مندفع مصاري عشان إحنا نكون موجودين صرنا نحمي صرنا إلنا لباسنا نعمل عروض نطلع باسم الفرقة فكان هو لشخص صغير أنك تحسي حالك أنت جزء من مجموعة وعائلة كتير كبيرة وبتعملي عندك هواية وبتعمل إيشي كان صدقاً بيميزني عن كل حداً من صحابي وفي المدرسة وكل هذا الحكي على 14 سنة طلعت على فرقة الفنون كنت أصغر صبية في الفرقة وبلشت فجأة بعرض غريض وكان عرض مع جولة في الإمارات فكانت تجربة يمكن مرات صدمة بتكون بس هي عن جد بتكبر الواحد بتوعيه بتثقفه بتصيري تعرفي تمثلي بلدك تحكي عنها توصل رسالة للعالم الخارجي وبنفس الوقت تشعري أنت كمان في القصة اللي عم تحكيها الفرقة فالفرقة مش عم تحكي عن إيشي مجرد عنها بالعكس إحنا عم نحكي قصة كل واحد فينا وقصتنا كلنا كمان كشعب أناز تحكي لنا عن تجربتك أنت مع بدايتك مع فرقة الفنون أنا قليلي بالفنون 8 سنوات دخلت الفرقة كنت أسوأ راقص بالفرقة لدرجة أن الفرقة قررت أنه يعني يعني يا من نتخلى عنه مش عمشين كيف نتصرفه معي بعدين فجأة مرة واحدة طلع معي كل إشي بالفرقة خلال ثلاثة شهر طبعاً كتير ناس ساعدوني خلال هاي الفترة أنا بتصور حياتي مش أنا جوه الفنون بتصور حياتي لو أنا من غير الفنون كان شو صار لو أنا من غير الفنون كان ما عندي كتير شغلات عم ساوي هلأ في حياتي كان كتير شغلات في الحياة ما بعرف عنها كان في كتير دول في العالم مدعو عمري زرتها أو شفتها في حياتي وكتير ناس كان وثقافات ما تعرفت عليها الفنون زي بالنسبة إلي زي الممر المليان الضواء وبدأك تفوته وبدأك تعرف هاله الضواء والعمر راح تخلص فتخيل حياتك من غير هذا الممر فمش أنه والله حياتك مش تخيل بغيرها بس مش راح تلاقيها تكون هالأد منيرة هالأد جميلة يعني تقريبا فرقة الفنون بتضم 70 عضو كل شخص عنده هذا الانتماء الكبير كل شخص عنده قصة وتجربة شخصية ربا ذكرتي موضوع التطوع وهل بتحسي أنه هذا الشيء الفنون زرعته فيكم وانتو كمان بيخليكم تقدموا أكثر وخلينا نكون صريحين خاصة بالوقت هلا بالبلد هاي المفاهيم وهذا الشغل أصلا مفقود ومسيرة الفنون شهدت متطوعين كتير كبار من أجيال مختلفة كمان هل بتحسي هاي النقطة مهمة؟ أكيد برأيي لو أحنا ما تفعلنا كان ما عندنا نفس الانتماء ولا منقدم بنفس الحب ولا بنفس روح العطاء فكرة أنه أحنا متطوعين أصلا هي بتميزنا عن كافة المؤسسات كلها في البلد انتماءنا زي ما قلت كتير بزيد لأنه بخليك تتحملي مسؤولية أكتر أنه بديك تثبتي لنفسي كل العالم أنه أنا حتى لو عم بشتغل تطوعا هذا ما بيعني أنه المستوى رح يكون أقل أو مش بنفس درجة المهنية وهذا الإشي مش ببيزنا كما على صعيد فلسطين اللي عم بتقولي صار مفقوده وكمان في العالم مفقود فدائما في جولاتنا الخارجية بيستغربوا أنه فيها الأد انتماء فيها الأد التزام من راقصين هم متطوعين كل واحد فيهم بيشتغل أو بيدرس أو عنده حياته يعني بالضبط الثاني جنب الفرقة فأنه عندنا تسع ساعات أسبوعيا أحنا متفرغين فيها للفنون وأحنا متطوعين هذا إشي كتير كبير وتصحيحا بس أحنا سبعين راقص بس أعضاء الفرقة هم بيتعدوا المية أنا هيك أنا أعضاء سبعين راقص بس أحنا حرصين كمان على المسميات أنا ذكرت موضوع السفر وممكن كمان السفر هو تجربة بحد ذاتها يعني بعيدا عن كمان الرقص والعروض وانتم تتنقلوا كتير زرتوا محلات بالعالم مختلفة أول تجربة كانت إلك بالسفر بمصر بألفين وتسعة وتأثرت كتير وكتبت عن الموضوع تحكي لنا إحنا وتشارك للمشاهدين كمان كانت الفكرة أنه أنا أطلعت على المصرح بعد ثلث سنوات من دخول الفنون فبحد ذاتها كانت هاي قفزة نوعية فيميتها كانت أنه أول مرة بعرض وكان عرض كتير مهم اللي هو عرض مهرجانا في فلسطين اللي هو العرض كتير مهم للفرقة يعني خلال السنة بعدها أجت جولة مصر وما حدا حكالي يعني كلهم كانت أسماءهم جاهزة وكل يعرف أنهم سافر إلا أنا وما حدا حكالي بالعادل اللي بيسافر مع الفنون يعني حدا بيكون قاطع شوط كتير طويل عشان يقدر يسافر وأنا مليش هذا أول عرض وبدأ أطلع أسافر فوقتها خبوا علي أخطلبوا جوازي قال بس للإرشيف خبوا علي بعدين فجأة اكتشفت أنه لازم أسافر معهم وكانت تجربة كتير يعني كتير 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 غريبة أول مرة بسافر مع الفنون وبحد ذاته أنك تسافر مع الفنون تحسش حالك بالمرة بالغربة ولو وين ما كنت؟ لو هاي بلد في العالم تحسش حالك بالغربة هاي مشكلة يعني أحيانا كمان ما بتشتعل البلد ونهاي كلهم معك بس أحكي لي عن فكرة أنك تعرض قدام جمهور مش فلسطين وهي أنت كانت تجربتك الأولى مختلفة تماما مختلفة الجمهور الفلسطيني عنده طاقة غريبة لما يسمع أغنية فلسطينية بتتحرك عنده مشاعر مختلفة عن أي جمهور بالعالم يعني عم سبيل المثال الجمهور الروسي ما بتفاعل مع أي أغنية فلسطينية ممكن تسمعيها بيكتفي بالتزئيف الكتير بسيط في حين الجمهور الفلسطيني تحطي له أي أغنية عطوة بتفاعل معها عاطفيا يمكن هذا يعني ضرورة تاريخية كانت من الأغنية يعني بتحمل كلمات ومضامين شوي بتبسنا عاطفيا فلما مثلا عندما الجمهور المصري بتفاعل مع كل مدى معين ضمن علاقته شوي تاريخية مع الشعب الفلسطيني بس مع ذلك الجمهور الفلسطيني بيضلوا بيحمل عاطفة وبيحمل طاقة إيجابية مع الراقص يعني الراقص إذا وكيد دربة بتقدر تصحيحني يعني الراقص إذا ما كان الجمهور عم بتفاعل معه بشعر بخيبة أمل أحيانا لأنه بش بستمد الطاقة إيجابية وبش تشبيه سريع أنه في عرض كفور مالك اللي عرضناها السنة الماضية في القرية كان العدد الجمهور ألف وإشي تقريبا من الجمهور وأول مرة كلنا من عيد رأسة فلسطينيات صح أنا الرأسة فلسطينيات عدناها كما مرة لأنه الجمهور قعد زائف بعد ما خلصنا العرض عيدها فحسنا حالنا أنه الجمهور ما كانش زائف الجمهور كان معنا على المسرح الجمهور طالعا ما درجل معنا على المسرح يعني كان في عرضين يعني فهو الجمهور هو اللي بيحمل الفنان دائما في لغة مشتركة وأغاني مشتركة جوبا بدي أسألك أنت مرأتي بمحطات مختلفة وفي مرات كمان كنت بتصممي أو بتساعدي في تصميم أو بتختاري أغاني مختلفة وهون بدي أسألك الفنون هي فقط مدرسة بتدرس الرقص أو الدبكة أو أنتو كفرقة وكعيلة زي ما كلكم متشاركين بهاي النقطة هل فيه بتنمي مهارات مختلفة بتركز على أمور مختلفة وبحكي هون الأشخاص المسؤولين عن التدريب أكيد كل شخص بيشتغل بالفرقة كل إنتاجاتنا الفنية هي بتطلع من جوه الفرقة الراقصين نفسهم بيصمموا بيدربوا بياخدوا دورات وورشات الفرقة مراتب تبعتنا بناخد ورشات بره البلد أو بتجيب راقصين ومدربين مهمين يشتغلوا معنا فكل الكادر اللي بيشتغل بالفرقة هو كادر متطوع من جوه الفرقة السيناريو معظم أعمال الفرقة السيناريو هو مكتوب من داخل الفرقة في عنا ناس مهتمين بالتصوير عنا ناس مهتمين بالكتابة الأخبار الصحفية كتير مرات بنزل عنا مثلا مقالات بتكون برضو من شباب وصبايا الفرقة يعني كل إشي أحنا بنشتغله هلأ احنا تدربنا وتعلمنا يعني على مدار السنين جوه الفرقة تستثمروا بطاقات بعض بالضبط يعني بالنسبة إلنا إحنا فهمين إيش بدنا أكتر من لو نجيب حدا كتير مهني ومن بره البلد ويمكن دارس ومتعلم رأس بس قضيتنا مش قضية رقص فقط ولا بنعمل الفن من أجل الفن في عنا رسالة بنحملها ومن آمن إنه لازم نكون إحنا عايشينها عشان نقدر نوصلها للجمهور فأكيد كل الكادر الفني عنا لجنة فنية هي بتقوم على صياغة الأعمال اللي بيكون في عنا مرات كادر فني لعمل معين كل ياته بيكون من داخل الفرقة نفس الشي عنا مجلس الإدارة والجمعية العمومية هما كل ياتهم أعضاء فرقة سابقين سواء كانوا راقصين أو مغنيين أو عازفين فالكل شرب بنفس النبع الكل شرب بنفس المكان وهذا كل اللي بتحكوه بترجم على المسرح عشان هيك دايما فيه شيء مختلف منلمسه شوفنا ببداية العارض كمان مجموعات شبابية طلعت من مناطق مختلفة وحتى من القرى مهمشة الآن فرقة الفنون وأعضاء الفرقة بيدربوا في مناطق مختلفة أنس عندك تجربة في هذا المجال؟ آه كانت الفرقة تبعتني مع المدربين عشان أصور الفرق الصغيرة كانت تأسسها الفنون معظم الفرق اللي تأسست على إيد الفنون هي بتحمل منهج الفنون بالرقص تحكي لنا وين تأسست كيف بتختار المناطق؟ يعني أي منطقة العالم المشاريع مش شايفينها إحنا منروح عليها لأنه منعتبر أنه زرع هاي الفكرة في هاي مناطق كتير أهم تعد تبني لهم مدرسة أو تعد تبني لهم لأنه فيشات موجودة بس بيتهم حدا كمان يعني يدورهم عشغلات تانية في الحياة فمثلا في قرية بيتلو في قرية كفر مالك طبعا في قرية درغة السانة بيتريما وإنتوا كأعضاء بتروحوا وتوصلوا لهاي المناطق وإنتوا بتروحوا لهم طبعا هذول دون تقرم الله طبعا فيه ناس بطلعوا على بيت لحم يعني في ناس بطلعوا على القدس في ناس بطلعوا على طول كرم ونابلس يعني هلأ في حدا في مشروع جديد في فطول كرم الفرقة مختلطة في فطول كرم وهذا إشي كتير مبهم للفرقة أنه يعني يأسس فرقة دبكة في فطول كرم وفي الخليل شوي بس مش كتير يعني بس إنه كل مكان وفي كمان هاي الفترة في مؤسسات قاعدية في مختلف القرى والمدن الفلسطينية هي كتير عم تنشط ثقافيا واجتماعيا وكتير منها هي بتلجأ للفرقة وبدهم إنه يصير في عندهم فرقة خاصة بقريتهم أو مدينتهم فمش بس إحنا بنوصل لهذه المناطق المهمشة كمان هم المناطق المهمشة كلها عطشة إنه يكون عندها هاي الحياة الثقافية وإحنا اللي بيميز الفرقة يمكن إنه ما منمشي على أجندة حدا عنا إحنا أجندتنا إحنا بدنا نوصل للناس إحنا بدنا يعني أكبر عدد ممكن من الشعب الفلسطيني يكون يعرف يدبك دبكته الشعبية ويمكن هاي دعوة كمان لكل المشاهدين عبر شاشتنا إنه الفنون مش بس هي بتوصل للناس إذا كمان إذا في مؤسسات أو مناطق بعيدة بتقدروا كمان تتواصلوا معهم ويكون في فرق خاصة بمناطقكم يعني هذا كمان إنتوا أشرتوا لإله ببداية ومع بداية فرقة الفنون وعم نحكي عن 34 سنة هناك كان في تحديات وطول الوقت في تحديات عند الفرقة وزي ما حكيتي منها إنه ضلها أجندتكم هي اللي ماشي ضل لونكم هو الموجود وكان في تحديات موجودة بشكل أساسي اللي هي ببدايتها كانت فرقة راقصة عم تنشأ في مجتمع محافظ قليدي وكمان تحت احتلال وهي قدرت تتغلب على كل هاي التحديات والصعوبات ومشيت في فترة من الفترات كمان الفنون صارت بتحاول تجمع ما بين الرقص الفلكلوري الفلسطيني وأيضا الرقص المعاصر أو المستحدث وإنتوا هون ما رأتوا بهذا التحدي وبهاي التجربة إنه حتى الجمهور رأي لكم يعني بكل صراحة كيف كان تجربتكم بالرقص المعاصر كيف كان التحدي قدامكم إنه تقدروا تجمعوا ما بين هدول اللونين يعني الإشكالية اللي ما رأتوا فيها تحكيلي عن تجربتكم إنتوا الخاصة طلعي الفرقة من 34 سنة ولا عمرها قدمت إشي فلكلوري بحتي كل عرض كل عمل قدمته الفرقة في هداك الوقت كان يعتبر معاصر أو جديد أو عمل صدمة إنه هذا مش تراثنا إيش عم ترقصه حتى زغريد يمكن اللي الناس اليوم تحكوا بدنا زي زغريد بدنا تراث زغريد بنفس لما انطلع بال97 كان منتقد إنه هذا مش العرس الفلسطيني هذا عرس معاصر نفس الشي مرج بن عامر نفس الشي وادي التفاح فالفرقة من بداياتها كانت دائما منتقدة لأن من ناحية اجتماعية إنه فرقة بتضم شباب وصبايا عم بيمسكوا قدين بعض ههو تحدي يعني أكبر من انتقاد لإلكم بالضبط كان فيه دائما انتقاد على اللباس إنه مش الفرقة بطلة تلبس التوب الفلسطيني بالضبط زي ما هو لأنه تقيل للرأس فصارت تغير شوي تخفف من التطريز عشان تخليه أكتر مناسب للرأس كمان مثلا الصبايا صاروا يرفعوا التوب برضو هذا كان منتقد فما في ولا أي فترة يمكن مرأة فيها الفرقة كانت عم بتقدم الإشي التراثي البحتي كان دائما هو معاصر للفرقة تجربتنا كانت أكتر يمكن إحنا جيلنا إنه اشتغلنا رقص أكتر معاصر طبعا كانت صدمة لإلنا إنه نشوف هالأدى انتقاد بعد ما نكون اشتغلنا هالأدى على عمل حيفا بيروت وما بعد ورسالة إلها كانوا من أكتر الأعمال يمكن المعاصرة اللي قدمتها الفرقة على قد ما شهد حيفا بيروت انتقاد على قد ما الناس كانت كل عرض عم نعرضه عم تتزايد الأعداد ولا مرة خف فيمكن الفرقة قدرت إنه تقدم إشي جديد وبنفس الوقت تحدث تغيير في المجتمع تحدث تغيير في رؤية الناس للمواضيع اللي عم تطرحها الفرقة منشوف مثلا رسالة إلها كان هو عرض معاصر بحث يعني بس كان في تعاطف وانجذاب كتير قوي من الناس لإلوه لأنه بيحمل قضية فلسطينية وبيحكي عن كاريكاتير لناجي العلي لرأسته الفرقة صحيح فعلا هو شيء جديد وزي ما حكيتي بما أنكم أنتو اللي عم تشتغلوا على كل تفاصيله فأنتو عشتوه عم بتقدموا إشي كمان من تجاربكم أنتو جزء من كل اللي يسقط علينا كشعب من كل التجارب هاي انتو بتقدموه بطريقة مختلفة الموسيقى وأغاني الفنون موسيقى مميزة الناس بتمشي بالشارع بمناسباتها بتكررها بتسمعها عندكم تجربة وأرشيف كامل للفنون خاص بالأغاني وعندكم تجربة كيف كمان تجمعوا هاي الأغاني أنا سحب بي نسمع عن هذا هو الإرشيف هو تابع لمركز الفن الشعبي يسووا مشروع كامل في المناطق الفلسطينية من شمال فلسطين حتى جنوبها عملوا تسجيل كامل لكل الأغاني التراثية الإرشيف هاي بتستخدموا الفنون بيستخدموا مركز الفن الشعبي وأي حدا كمان بحب يعرف هان إرشيف بدأ يروح هو أول إرشيف موسيقي فلسطيني موجود حاليا بفلسطين معنى ما فيه إرشيف موسيقي مسجل بكل فلسطين هلأ كل منطقة في فلسطين أغانيها مختلفة يمكن مش بالجوهر قد ما هي مختلفة بشوية شغلات صغيرة والفنون عادل أخذت أغاني من شمال فلسطين حتى جنوبها يعني أخذت أغاني بالجبل الفلسطيني من كفر مالك للغور لأغاني البدو حتى أغاني شمال فلسطيني الناصرة والساحل الفلسطيني والغريب بالموضوع أنها كل أغاني مختلفة بالإضافة لهيك مش بس الأغاني الفلسطينية كمان في أغاني كمان يعني من بعدنا الشامي وبعدنا العربي وهي جزء من الرؤية اللي بتحملها الفنون اللي هي استلهام الفن والتراث العربي عموما بالفلسطيني خصوصاً يعني إحنا مش بس نمسك الموسيقى الفلسطينية ومن السمين نواقف حواليها لا إحنا نمسك كمان الموسيقى العربية ونشتغل على أساسها يعني لو ظهرت الحاجة في يوم الأيام نمسك موسيقى مصرية بتناسب مشهد معين ليش لا إنه بالآخر فيه بعد عربي إحنا حاملينه وهي جزء من رسالتنا الشغلة كمان اللي مهمة إذا بتلاقي كمان سيديات الفن اللي أنتجتها زي زغريد أول سيدي بعدين أجا زريف بعدين زفه وهلأ فيه سيدي جديد راح يطلع كمان مع أول شهر أيار من إنتاج الموسيقى طارق الناصر يعني كل هاي السيديات اسمعيها مع الفرق كل هاي بيستخدموا سيديات الفنون يعني هلأ إنكي فيه ناس ما بيعرفوا إنها سيديات الفنون بس لا هي سيديات انتجتها الفنون وهي فعلا كلمات يعني فيه كلمات مكتوبة من أعضاء بالفنون زي الشعر والسيم الكردي وفيه ألحان لحنوها ناس بالفنون وجودكم معنا إلى بصمة خاصة والحديث معكم كمان مسلي وفيه كتير تفاصيل كمان بنحب نسمعها اللي هي ما بنشوفها على المسرح بدي أشكركم كتير عوجودكم معانا لليوم رباز غموري وأنس أبو عون وتحياتنا طبعا لكل الفرقة ولطاقم العمل بفرقة الفنون الشعبية نتمنى لكم أكيد التوفيق ونشكركم بتمنى لكم كمان نهار سعيد شكرا شكرا